السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقص بيئة المغرب فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحدات النماذج العالمية التي صدرت قبل قليل ابتداء من يوم الأحد وكذلك سوف نقدم لكم الأيام القريبة المدى والباية المدى وكذلك المدن المعنية بالأمطار والعواصف الرادية القوية فألمرجو التفضل بمشاهدة الفيديو للأخير لكي تعرفوا المدن المعنية لأن بعض الإخوان يتهمون بالكذب وهم لا يرون الفيديو حتى الأخير لكي يعرفوا المناطق المعنية يرون فقط ثلاثين ثانية أو دقيقة ويقول لك لا توجد أمطار أنتك الداب نحن نقدم توقعات لتسع أيام وليس ليوم وليس لدقيقة المرجو التفضل بمشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا المناطق المعنية لماذا أكذب؟ أكذبه على نفسي أولا هذا حرام والله حرام فأولا أخي أختي داك تشاهدوا القناة لأول مرة فبغير ربي سهل عليك اشتركوا في قناة وفعل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشرتنا بإذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم وسبقا فإن شاء الله فأمطار الخير قادمة إن شاء الله وإن شاء الله نأمن من الله التبات لتعمر الخيرات على البلاد والعباد بالنسبة ليوم الأحد ستكون أجواء مستقرة إلى قاياة السحب فألمرجو التفضل مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا الموضوع المعنية الله يرحمي والدين مش مجيوش عندي في الكومنترات تقولي يا كداب فأي توقع كذلك أن تكون أجواء مستقرة اليوم الأحد بالنسبة لأيام القادمة سوف ندرجوها لكم في هذا الفيديو فألمرجو التفضل بمشاهدة الفيديو الأخير الله يرحمي والدين لكي تعرفوا المناطق المعنية وشكرا اليوم إثنين إن شاء الله فيحتمل أن تكون كذلك الأجواء مستقرة إلى قليلة سعوب في موضوع مناطق المملكة وكذلك سيطرة المرتفع الجوي الأوزوري على الأجواء نسبة كذلك اليوم الثلاثة فيتوقع بإذن الله أن تكون أجواء مستقرة إلى قليلة السعوب كذلك في موضوع مناطق المملكة وسيطرة المرتفع الجوي كذلك الذي تبلغ قيمة 1027 هكتوب باسكال سيؤدي إلى عدم دخول بعض المنخفضات سنرى إن شاء الله في هذا الفيديو إذا كانت سيبتعد هذا المرتفع الجوي لفاتحنا المجال لدخول عدة منخفضات سوفرى في هذا الفيديو إن شاء الله المفصل بالنسبة كذلك اليوم الثلاثة فيتوقع بإذن الله كذلك أن تكون أجواء نسبيا قد تكون بعض القطارات المطر هي أقصى الشمال المملكة لكن تبقى ضعيفة ومتفرقة بدون فعالية أما بالنسبة اليوم الأحد إن شاء الله 24 أكتوب متغير كبير وسيطرت كذلك تكوير مرتفع جوي أزوري مع احتمال بعض الزخار أمطار ضعيفة ومتفرقة مع وصفة عادية على زود شيخ وابن ملالب وكذلك إيملشيل وعزيلال وقدير باشيبا وتبينت وكذلك تغير بإذن الله وأوكيمدن وأمزميز وإمنتانوت وأيدداود وبعض الزخارة المطرية لكن تبقى نسبيا ضعيفة ومتفرقة بإذن الله بالنسبة كذلك مع مرور الساعة إن شاء الله فأي توقع بإذن الله أن تكون عواصف عادية قوية جدا على المملكة وأمطار نسبيا قد تكون عاصفية وقوية على وطاة الحاسكورة متاز وإفران وميسور وكذلك خنيفرة وأمطار وزخات قوية كذلك على ميدلت وأمطار أصفية كذلك على تومفيت وزود شيخ وخنيفرة وكذلك تبينت وأزيلال وقلعة سرغناء قدير باشيبا وورززات وأمزميز وأيدداود وأيدداود ومراكش وكذلك سيدي بوعتمان وأمطار نسبيا ضعيفة على اليوسفية وقد تكونوا كذلك على الصوير أجواغ صافية أعلى أصويرة وكذلك أسفية الضربدة والجديدة ووري بعض سيدي سليمان ستكون أجواء مستقرة إلى قيدة صعب في هذه المناطق أما بنسبة كذلك لستكون أجواء نسبة غائمة من احتمال بعض القاطرات للمطارين نسبة ضعيفة على تفرات وأجباها بإذن